وخلال جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أكد أمين الصحة بحزب حماة الوطن عصام القاضي أن الحوار الوطني ثري بالآراء والأفكار التي تتغلب على تحديات قطاع الصحة وقال القاضي أن الدولة تسعى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن جلسة الصحة الحقيقة غنية جدا جدا بالكثير جدا من الأراء والكثير جدا من الحلول لهذه القضية التي تشغل بال المواطن المصري وأحد الاهتمامات الرئيسية للقيادة السياسية والتأمين الصحي الشامل الذي يختلف عن التأمين الصحي العام في الفترات السابقة أن هذا يشمل كل قطاعات الدولة في الرعاية الصحية يعني يشمل مستشفيات وزارة الصحة المستشفيات الجامعية يشمل كل القطاعات والحقيقة تحت هذه المظلة الكبيرة حيبقى فيه تعاون كبير جدا جدا ما بين كل الجهات في تقديم رعاية صحية متميزة للمواطن المصري وأحد الحلول التي تقدمت النهاردة والحقيقة ده وجه أسلوب جديد ومتميز جدا لمواجهة مشاكل الرعاية الصحية أن يتم التعاون الوسيق والحقيقي بين كل الجهات في الرعاية الصحية ترجمة نانسي قنقر